معنا من اليوم اختصاصي علم الفيروسات والخبير السابق لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور يحيى مكي عبد المؤمن صبح كله بالخير وأهله سهله فيك معانا اليوم يعني إذا المرافق الصحية إذا المستشفيات إذا الأماكن المفروضة أنها تكون أنظف شيء وإحنا دائما عندنا يمكن ثقة لما ندخل مستشفى نحس أنه دائما في رائحة التعقيم ونشعر أنه كل شيء المفروض يكون معقم إذا هذه الأماكن مش معقمة يعني مصيبة مسؤولية مين هذه صباح الخير سيدة مهة وتحياتي لكل مشاهدي الكرام لشاهدة الكريمة أشكركم أولا على التقرير الجيد الذي يلخص كل ما سيكون حوارنا هو أنه نعم الذي يجري اليوم في العالم وتقرير المنظمة الصحة هو أنه عدم وجود قوانين صارمة لتسيير المستشفيات لتسيير قاعة العملية الجراحية العناية المركزة المصالح الطبية فهنا في قانون أوروبي مثلا في أوروبا في قانون أوروبي لتسيير المستشفيات من ناحية حماية المستشفيات من العدوى وكما نعلم نحن بأنه عدد كبير من الإصابات تقع للمريض وهو في المستشفي يعني يأتي بسبب مرض وعندما تقوم له بعملية جراحية فيصاب بعدوى بالبكتيريا أو الجراثيم أو طفيات المشكلة الحقيقة هو بالنسبة للدول المتقدمة أوروبا وأمريكا وكندا وكل الدول القوية اقتصاديا والغنية الجيل العشرية كما نقول فهنا تطور كبير حدث وما زال مثلا فرنسا طبقت منذ فقط سنتين عدم وجود أي مجوهرات عند الممرضات وعند الممرضين وعند الأطباء عدم حضور بكل مجوهرات في الأيدي وفي الأذن وحتى في الصدر لكي لا نأتي بالفيروسات والميكروبات كذلك مثلا صفر التدخين في المستشفيات لكل عمل موظيف في المستشفيات لا يدخنون داخل المستشفى حتى وإن كان في الساحة المستشفى فمثلا وأشكركم على التقليل قيم الماء الذي يستعمل حتى إن وجد الماء في المستشفيات الماء نحن في المخبر الذي أنا موجود فيه المستشفى كل يوم نحقق من وجود هل في وجود بكتيريا في الماء الذي يصل إلى كل المرضى في القاعات وفي غرف النوم للمريض نعير ونحلل كل دواء خاصة القاعات العملية الجراحية بينما الدول الإفريقية أو جنوب آسيا أو أمريكا اللاتينية نظرا للضعف المادي والأموال ونظرا كذلك للنمط المعيشي عندما يمرض مريض في إفريقيا أو في آسيا الجنوبية أو أمريكا اللاتينية فتقريبا تهب كل العائلة إن لم يكن كل العرش 20 شخص يزورونه يوميا أو 30 شخص فكل من يأتي يأتي بجراثمه ولا يعقم يديه ولا يقوم بحفظات على الأحذئة فهنا كل ميكروبات الخارج تأتي إلى المستشفى دكتور نفهم أنه في بعض الدول عندها مشاكل اقتصادية أو ما عندها اقتصادها لا يكفي بشكل كامل لإدارة مثل هذه المرافق بشكل صحي تماما أو غيرها من المرافق لكن المرافق الصحية بالذات يعني نحن عارفين قد إيش هي مهمة ومدى خطورة العدوى فيها وكل من يذهب إلى المستشفى أصلا يكون يعاني من مشكلة ما فعنده المناعة ضعيفة أساسا فهو بيئة مهيئة لأنه يلتقط أي فيروسات أو أي بكتيريا أو عدوى مثل ما ذكرت دكتور المفروض أنه يكون فيه اهتمام خاص بهذه المرافق بحمايتها نظافتها تعقيمها بالطبع في أوروبا في التسعينيات من القرن الماضي طورت كل مستشفى الأوروبية ومنها فرنسا طورت فريق ما يسمى بالفريق النظافة ما يسمى بالفرنسية الحماية والحفاظ في المستشفى من العدوى وهنا في تخصصات حتى أصبح تخصص لأطباء متخصصين إلا في هذا وفي كل مستشفى عندنا تقليب الفريق مختص بمراقبة الأسرة مراقبة عمل الممرضين كيف هو تنظيف ونأخذ عينات حتى من الهواء في الغرف من أيدي الأبواب والنوافذ ونشخص وإذا شخصنا أي عدوى لأنه عندنا بكتيريات موجودة ما يسمى العدوى داخل المستشفى لم تكن خارج المستشفى فهذا نقوم بالتحاليل وإذا وجدنا مركز أو مصلحة أو غرفة فيها عدوى فنقوم بغلقها وتنظيفها وتطهيرها وتعقيمها حتى تعود صالحة للعمل والسكب المريض نعم سيدتي يمكن هذا اللقاء والكلام اللي نقوله الآن يخوف ناس كثيرين المستشفى هي المكان الآمن الذي يلجأ له الشخص عندما يكون متعب أو يشعر بالألم لكن نزيد عليه الآن لازم يكون حذر عشان لا يلتقط أي عدوى دورنا إحنا طيب الآن أنا متنبهت وسمعت الموضوع وسمعت التقرير الدور اللي علي حين زيارة المستشفى ليش المفروض أعمل عشان أحمي نفسي أو إذا عندي مريض في المستشفى أقوم على يعني قد ما أقدر بحمايته أولا فهمنا وهذا الدرس الذي أخذناه من جائحة كوفيد هو عندما أزور مريض أقوم بالقناع وأطهير أيدي قبل الدخول إلى غرفة المريض ولا يدخل لزيارة المريض فوق اثنين اثنين يعني أقل من اثنين اثنين أو شخص واحد في نفس الوقت يخرج الاثنين خمس دقائق عشد دقائق لزيارة المريض ونترك واثنين أخرين ومن بين اثنين واثنين نروح البيت نفتح النافذة ونهوئ البيت ونغير هواء البيت أولا ثانيا على المريض في حد ذاته يعقم أيديه ولا يقبل المرض الزيارة الذين يزورونه لا يقبلهم هذا النصيحة الثانية النصيحة الثالثة عدم الاتيان لأنه في بعض المستجفى الدول فقيرة العائلة تأتي بالغطاء للمريض وحتى بال يعني لتغليف الأسرة ولغطاء للمريض فهنا على الأقل تطهين هذه الأدوات التي نريد أن يعني نحمي بها المريض كذلك رابعا هو في عدد كبير من العائلات يأتون بالأكل من الخارج إلى المريض فما يكون إلا الأكل المعقم الذي طبخته الأم أو الزوجة أو البنت لأبيها أو لزوجها أو لأخيها معقم في البيت بكيفية طاهرة كذلك من خلال شاشتكم الكريمة وأشكركم الشكر الجزيل والله أتلسل قلبي بهذا التقرير وهذه الحصة ليس لأنني تدخل فيها لأنه موضوع هام جدا وليس تترقه حتى في أوروبا أشكركم وأشكر سيد المدير بالعكس هذا دور أنا يا دكتور هذا دور أنا واجب فلا نخوي في المريض بل بالعكس نصحح أخطاء ربما ممرضين أخطاء ممرضات أخطاء الأطباء وما نقوم به هو توعية المشاهد الكريم بأن الدول الخالجية غنية جدا ما شاء الله والمستشفيات دون مستوى رفيع عليهم بتطبيق تعقيم الأدوات وكذلك مسؤولية لأنه فيه ممرضين مختصين في تعقيم أدوات الجراحة كل أدوات الجراحة فهنا مسؤوليتهم سيدي الكريمة أن يصححوا وأن يطهروا الذي هو توفيه وسائل للتعريف كيف نعقم ونحن دورنا وأقوم به تقريبا كل شهرين أزور دول فقيرة ونطور هذه المفهوم تطهير وتعقيم أدوات العمل الجراحية والمستشفيات والاهتمام فعلا إعطاءها اهتمام أكبر إذا كان بالفعل مثل ما ذكرنا في التقرير أنه هي مرافق صحية وغير معقمة فهذه مصيبة يجب الاهتمام بها بشكل أكبر وأنت ثلجت صدورنا يا دكتور بهذه الإضاحات والنصائح كلها أكيد استفدنا منها شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم مليون اختصاص علم الفيروسات والخبير السابق لدى منظمة الصحة العالمية الدكتور يحيى مكة عبد المؤمن شكرا يا دكتور وبقية يوم سعيد يا رب أكرمكم الله شكرا